أبو سارة أسراء أبو سارة بالاتصالات سلام عليكم كيف حالك سيد نجم أنا دكتور ياسين طبيب أسدان من ديالة يقول أحد الأطباء إجراء عملية الوالدتي رحمه الله ويرحم شهداء العراق يقول حصل إهمال وتقصير بل قلت أنشئت قتل وأنا آني ما أقول وأتمنى أن تمنحوني فرصة للحديث معكم من خلال قناتكم الموقرة كنتم قد قدمتوا شكوى من الشهر الثامن لا أعرف مصير التحقيق بالشكوى ما أحد اتصل بي من أحقق بالشكوى من أحقق بالقضية كون شكوى اللي بيان ما فعله هذا الطبيب وتغلق القضية علي تكون قضية 3 عام أنا قبل أن أسأله في دكتور ياسين رجع لي عمر ليش هي تحقيقات جبلة السيد المحافظ قال يومين وإحنا بعدنا صابرين أنطوني دكتور ياسين السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله هيا كلا دكتور شنو قضية والدتك الله يرحمها والعجريات العملية ومن الطبيب الذي أجرى لها العملية أولا ثانيا كيف تؤكد أنها قد قتلت نتيجة الإهمال صار نجم القضية بدأت عندما يعني والدتي بدأت من ضيق وما شاءت البسيطة من منطقة الصدف بالتحديد نعم بهدت بها على الدكتور سعد محمود زيادان نعم طبيب الاقتصاد القلبية بي محافظة محافظة ديالة أجرى لها تقلطات أجرى لها تقلطات كان عندها تضيق بالشريان وتحتاج إلى عملية قصطرة تشقيصية تكلفة العملية تسعمائة ألف دينار بمستشفى الشفاء الأهلي بعقوبة مم فقلت له ماكو مشكلة دكتور فانطانة موعد العملية مم ورحت على موعد العملية أجرى عملية للوالدة عملية قصطرة تشقيصية قال فبعد ما أدخلها وبدأ بعمل بالعملية دز عليها قال الوالدة تحتاج الشبكة وبالون والعملية تكلف أربع ملايين أي أثناء العملية يمطيك هاي الخيارات لو بعد ما طلعت بالعملية بعد ما دخلت العملية ولازم يسويها بنفس اللحظة أين ألا هو قال قال فيها فكيفة نشتغل لها بيثل هي دكتور بلش يشتغل أي فبلش يشتغل بالعملية أم تمت العملية طبعا ومتابعة من عنده أي بقى نفس صباح مفارقنا والكوادر ويانا إلى أن انتهت العملية ورجعت الوالدة للبيت طبعا إسمائيل طحص بعد ما تمت العملية وشوف من القرص وشوف من التقرير أي قال والدك تفعدها تضيق بسيطة بشريان آخر احتمال تحتاج خسرة أخرى واحتمال ما تحتاج أي قلت لها دكتور والحل طبعا الوالدة متعاني لا منضغط ولا سكري ولا أي مرض مزمن أي قلت لها دكتور والحل قال إذا حتاجت نجري لها عملية تمت تشفى بعقوة التعليمي قلت لها مو مشكلة دكتور أنت أيضا طبيب أنت أيضا طبيب أنت مقتنع بما كان يقوله لك أستاذ نجم يعني نعم الكلام كان بالشرح أمامي يعني كل شي واضح يعني ما يكون مشكلة لحد الآن الوضع ماشي تمام تمام أي رحنا المستجفى بعقوبة التعليمي نعم هذا الحكش بعد ما رجعنا لعيادة مرتين ثلاث مرات أعطاها موعد ثاني ومعث 27 سبعة بالتحديث العملية الثانية أي دفلة عال سريع دكتور لأن عندي اتصالات كثيرة اختصر لي عال سريع نعم نجم دخلت أتصالة العمليات الوحدة في القسطرة وبدأ يشتغل وانتهت العملية الساعة بالعشرة تقريبا طلعت الوالدة من العملية بالعشرة وربع بدت الوالدة تحس بضيق تحس بمشاكل فرجعت للدكتور قال دكتور الوالدة هيك وضعيتها فرجع عليها شافة مضايقة ومتأذية كلش فقال راح أدخسرها مرة ثانية أشوف شن المشكلة دخلها مرة ثانية قال دكتور صار عدها صار عدها نزل في الصيط قلت له هسا دكتور قال النزل في توقف قلت له جيز الحمد لله فبقية تتابع الوالدة بدت حالتها تسوء شيئا في شيئا صارت ساعة في الدكتور ونصف بطماش شو بتضع ورحت عليها قلت لدكتور الوالدة وغيثها انتهت دورنا على دكتور سعد دكتور سعد ما موجود عشان يشتغل عمليات على الخاص ويكمل العمليات وطالع عشان ويان ولد اسمه أبو ذر عبد الغفور ممرض هذا الوحيد بقويانه يتعامل ويها سعنا هو أمه رحت أركض المصرف بالدم عرفت الوالدة بدأ الضغط مرة ينزل بدأ الدم ينزل بدأت مشاكل يعني بالجسم رحت أركض أخذ الدم بالمختبر حتى يساولها دم شو بتضع بعديا دكتور عيني شو بتضع من كل هاي ما رح تتوضح الفكرة هيدشي يعني بس حتى تكون عندك الفكرة واضحة نعم نعم فبثلهم أريد دم قالوا ما نقدر نطدم إلا الطبيبة المقيمة هي المقيمة بالرجها تجي تستلم الدم اي فروح ما نركض عليها الطبيبة المقيمة طالعة بقينا بس آني وأخويا وهذا الممرض أبو ذر عبد الغفور لا الطبيب الاختصاص ولا الطبيب المقيمة والوالدة ذا تنهار شوية شوية ذا يصير نزول بدنا من نزل داخلي فهالحكي صارت تقريبا مستعدت من تيه ذات الوقت يلا يجي دكتور تعد لقاهم انتهي الوالدة قال هاي ليش يش أطرافها باردة قام يصيح أخويا قل لها دكتور هو من وعافة غير متعفتها فراح يركض للسف اللاجئ داخل الوقت بدأ يتحدم هذا الحشي صار من 10 وربع لسنتين أو بعد سنتين بالليل ايه انت تخيل سلك القفطرة إذا يسوي جرح ويسوي نزل النزل بسيط والدليل أنه هي 6 ساعات يلا توفت 3 ساعة 3 توفت الساعة 3 ايه نعم شي تبين السبب وين فهو راجع ورا ما صارت المشكلة أخويا بدأ يصيح طلعا هناك تفاصيل استاذ ما راح يذكرها لأنه تفاصيل طويلة فرادي يحولها على العطب العدلي فأنا ما قبلت بوقتها لأن أعرف شنو اللي راح يصير يعني مني تتحول عطب العدلي كل الحقوق تروح راح يقولون أنه سبب الوفاء ثم يذكروا حسب ما يريدوا باتصال من عنده شتضح السبب الحقيقي للوفاء شنو دكتور نزف داخلي مرافق لقسطرة الشراين التاجية من يتحمل هذا السبب؟ الطبيب الطبيب الاختصاص أكيد لأجر العملية مزين أنت طلبت الشكوى؟ طلبت الشكوى من يوم واحد ثماني أنا مقدم الشكوى ولحد الآن ماكو شيء أستاذ بس أذكر شيء أنه قال أنه مخلي لها ثلاث شبكات ومخلي لها بالون فأني سمعت أنه أكو حالات قالي لهم هيد شيء حتى ياخذ من عندهم فلوط فقالي رحت في تحت القرص يوم طبيب اختصاص وهذا الفيديو موجود عندي صلع ما مخلي لها شبكات ولا بالون فشنو الغاية من ذكر هذه الأمور ليش قال أنه مخلي الشبكة وبالون هو مخلي ليش ما استدعى صريق طبي ليش ما جاب طبيب أو جاب طبيب جراحة اسقل له لكم لجلة التحقيقية الآن الصورة كلش واضحة هسا وصلنا الشبكات والبالون ينباقن الشون الولد باقوا النفط وباقوا المنافذ وباقوا البيوت هسا بالمستشفيات بدل ما يحطت للشبكات يحط شبكة شوفوا شوفوا الظلم في ظل هذا الزمن الأغبر وين وصل وصل إلى حد الطبيب وأنا عندي رسائل بيع الأبدان هذا مصطلح جديد إن شاء الله بالأسبوع الجاي أخذ الآن اللجدة التحقيقية وين يا دكتور والله أستاذ ما أدري كل أسبوع أروس لكن أسبوع يا وليد كونترول أسراء تقدري تحصليني سيف البدر هسا على الهواء تقدرون تدخلوا لي على الهواء إذا تحصلوا أنا دكتور سعيوني أستاذ أنت ما حاولت تتقابل المعالي والله أستاذ يعني أنا دائم تضر الشك ورفعت طلب الرئيس مجلس الوزراء لأن حقيقة قضية رأي عام أريد يقابل من الطبيب وأحكي بالتفاصيل كلها أخوة شغلات لا أخوة يا وابعد اشتحت أكثر من هذا أقول لك هنه كلهن واضحات الآن أنت الخاتمة النهائية أنه هذا الوليد يشتغل عمليات بالحرام المفروض هذا المستشفى شسبه هذا المستشفى اللي أجريت به العملية أستاذ العملية هذي بالمستشفى العام ولذلك هو فرضها وراح موسم المستشفى الخاص اللي كان يتابعها أهي كان هسا الآن هو والمدير يحالون إلى التحقيق حسا أنا ما أقول أنت صح مية بالمية بس أنت الآن عندك قرص هذا القرص الآن إذا المعالي يسمع الآن السادة بوزارة الصحة يدزون على الدكتور ويدزون على القرص ويدزون على الطبلة وأنا خوفي كل الخوف أنه الطبلة الآن الضيع ويمكن يضيعوها هذا اللي أخاف من عندك هذا اللي أخاف من عندك الطبلة الضيع لكن القرص القرص موجود شاسم المستشفى دكتور مستشفى بعقوبة تعليمي خلص يا معالي الوزير القرص موجود والدكتور موجود ومدير المستشفى موجود وابن الضحية موجود دسجوا على القرص إن كان هذا الرجل على حق فهناك ضحية وهذا الطبيب إذا يظل كل بعقوبة تروح لأنه يبوك بالشبكة ماشي دكتور ماشي عيني أنا أتابع إياك أنا أتابع إياك أو خلي أنا أشوف المعالي هاي الثالث ثابع مرة يا وزارة الصحة أنا أسولف بهذا الشكل خابت قلون الدورة انتهت ترى الجريمة لا تسقط بتقادم الزمن أيضا الآن ينضم إلينا مشكورا السيد سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة السلام عليكم أستاذ سيف وعليكم السلام ورحمة الله والله أنا عندي عتب إياك أستاذ سيف يعني أنا أكثر من مرة نادية ودعيت بكثير من القضايا ما رديته علي أو تدري أنا النهارك اللي أصيح وقلبي محروف هسا خلي فوت لك بالمشكلة الأولى قبل قليل كانوا يا لا تسمح لي أعلق أنا تواصل العلاقات العامة مباشرة وهذا اللي خلاني أستغرباني أقل من دقيقة تصلك بالقناة طلبة أنا شارك دون تكون عندي يعني أي موعد مسبق والله والله صحيح والذلك أنا عاتبتك لأن أنا أعرف أنت تستجيب لا أصدر نجم حتى الناس يكون واضح ما واصلنا شيء لا والله بالبرنامج يا أستاذ سيف أنا نادية بالبرنامج المفروض الأخوة بالمكتب الإعلامي يقول صل إليك ولسيد الوزير هذه مشاكل الناس نحن أستاذ من العديد خليصير يعني اتفاق يعني أي قضية تخص الجانب الصحي بالذات أتمنى من حضرتك تعرف يعني كثير برامض وكثير مشكلة خصوصا بعد ظهور أوميكرون الآن تقريبا يعني نعمل يعني ليل ونهار أقدر هذا أحتفظتكم وهذا واجبنا بس أتمنى أنه يكون تنبيه ذا قضية خصوصا ذا قضية مستعجلة قضية مهمة أي يا أما من جنابك وذا ما عندك وقت الأخوة والأخوات معانا يعني أو أول أنت أيضا غصي يستطيع مهمة أما العلاقات العامة تشكل مباشرة نحن حتى نتواصل مستمر أنا الآن لا لا عفو ماكو تقصير نحن لما نتعاتب نتعاتب محبين من أجل الناس أكو قضية الآن قبل حضرتك ما تنظم أنا طلبت من الأخوة أن يتصلن بك أكو طبيب أسنان في ديالة نقدم على لجنة تحقيقية لأنه أكو إهمال بقتل والدته في مستشفى بعقوبة من قبل طبيب سماه سعد محمود زيدان أنا أثناء الحوار قلت له شنو دليلك؟ قال أنه والدتي إثلاء الشبكات وبالون بعد أن فتحنا القرص لقانا مشكل لها شبكة واحدة وتوفت الوالدة والدته توفت بسبب إهمال هذا الطبيب وكذبه وما أخذ من عنده بحدود الخمس ملايين ويقول أنا قدمت على لجنة تحقيقية إلى الآن محد استجاب إليه وتعرف هاي قضية قتل يا دكتور سيف أو إهمال إذا تسمح لي أريد أين عمد يا دكتور؟ أول شيء أنا حيث مرة أخرى يعني على تواصلت ودامت ونصرات وصلت الماضي ونبين الناس لكن اسمح لي أنت حضرتك إعلامي محترد من كل وقت الحالي خلينا نتحفظ على تعبير قتل وعلى ذكر اسم الطبيب اللي علي أنا كممثل لوزارة الصحة تعهد إليك أمام الجمهور وللزميل الأخ المشتكي نعم إنه خلي راجعنا غدا في دارة الترتيج واتمنى بعد البرنامج الأخوة والأخوات يزودونا فقط برقم سيفونة وإش أس الأخوة أسراء وغاية أمام حضرتك ومام الجمهور غدا نراجعنا في دارة الترتيج الغيسية في بغداد وقسم المسؤولية الطبية كل يوم هناك مراجعات من عشرات وهناك متابعات وشكاوة لكن الآن اللي يهمني مرة أخرى يعني أذكر بداية حديثي نعم أن نتحفظ الآن على تعبير قتل أنا أحسرم رأيي المشتكي قد يكون كلاما صحيح لكن لكن من نهاية حتى ننتزل بالموضوعية القانونية نحن نتضبط رأي التحقيق وهذا هو المطلوب ورأي القضاء هو الآن الرجل الرجل الآن أنا سألته أثناء أنا أقدر ما تقوله هو أؤمن به سألته أنه أنت شلو توصلت أنه إهمال من الطبيب هذا يبكر تسمع الحلقة بالليل قال أنا عندي الأدلة وكشفت الأدلة وذهبت يعني على رأس رأيه محترام والأدلة ما التي يقدمها بس إحنا تعرف يعني ما يصير الآن ونحن أمام جمهور يعني أنه نحكم الآن مع كل احترامي وتخصيري العافة وخطارته لوالدته والبقاء في حياته هذا في جانب آخر لكن إحنا لما نتكلم بشكل موضوعي ومهني أنه إحنا ننتظر الرأي الحاسم لكل قضاء والرأي للتحقيق البني المختلف خلي شرفنا غدا ناش وإن شاء الله تدلل استعماله على واجبنا أنا أشكرك دكتور سيف وإن شاء الله من الفتحات رأيه خير أنا أشكرك دكتور سيف وأيضاً رح أخلي الأخت أسراء تبعث لك الفيديو القديم ما للجثة المقطوعة الرئيسي اللي بين الطب العدلي في النجف والطب العدلي في بغداد حتى أيضاً يتم متابعته الأخوان بالكنترول الآن ترجعون إلى الدكتور أعتقد ياسين مو تتبلغوا أنه باتشر بالوقت اللي قال عليه دكتور سيف يروح لإكمال الإجراءات التحقيقية وإحنا بالخدمة ترجمة نانسي قنقر